على الآفة في آيات الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة والأخوات ولازلنا مع آية البر الجامعة لازلنا مع الأصل الأول من أصول البر في هذه الآية الكريمة ألا وهو الإيمان بالله جل وعلا ولكن البر من آمن بالله الإيمان له أركانه الإيمان له حلاوته لا يمكن أبداً أن تتذوق حلاوة الإيمان إلا إذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار لا تسع الوقت لشرح هذه الشروط الجليلة والمعاني الجميلة الإيمان أيضاً له طعم هل تذوقت طعم الإيمان؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذا قطعم الإيمان من؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا أخي هل رضيت بالله رباً؟ هل رضيت بالإسلام ديناً؟ هل رضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم إماماً ورسولاً؟ والجواب ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة بل لابد أن تتذوق طعم الإيمان بالرضا وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله وأنت ممتثل للأمر مجتنب للنهي وقاف عند الحد وأنت تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذا الإيمان له نور نعم له نور هل استشعرت أن نور الإيمان قد أشرق على قلبك؟ فامتلأ قلبك بنور الإيمان فأشرق نور الإيمان من قلبك على أعضائك وجوارحك فخشع البصر لله وأذعنت الجوارح لطاعة الله وتعلم اللسان العفة والصدق والأمانة وكف عن الكذب وشهادة الزور والخيانة وقامت الجوارح طائعة خاشعة خاضعة وسجد قلبك قبل أن يسجد بدنك وأنت بين يديه جل جلاله تعترف له بعبوديتك وفقرك وعجزك وأنت في غاية الذل والاضطرار والحب والاختيار روى الإمام أبو نعيم والإمام الديلمي بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء يعني إيه كما تحجب السحابة الكثيفة المظلمة السوداء نور القمر عن الأرض كذلك تحجب سحب الذنوب والمعاصي نور الإيمان في القلب فإذا انقشعت سحابة السماء أشرق نور القمر على الأرض وإذا انقشعت سحابة المعاصي والذنوب بالتوبة إلى علام الغيوب أشرق نور الإيمان في القلب قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر نصباح يشرق يتلألأ يضيء قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما إذن الإيمان له نور لو أشرق على القلب لنقادت الجوارح كلها طاعة لله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أيها الأحبة القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه له في جسم الإنسان المكانة الأولى وله بين الأعضاء والجوارح المكانة الطولة فهو القائد والجوارح جند له وخدم وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم إذا صح صح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر قلب في أعلى عليين معلق بعرش رب العالمين وقلب في أسفل سافلين مع الشياطين ولا حول ولا قوة إلا بالله القلب إن أشرق عليه نور الإيمان إن قادت الجوارح كلها بالطاعة فإن أعيتك جوارحك عن الطاعة ففتش عن الإيمان الإيمان له أركان الإيمان له حلاوة الإيمان له طعم الإيمان له نور أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حقيقة الإيمان وحلاوته وطعمه ونوره إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة